اصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين البيان التالي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون تنع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الرائد محمد سالم محمد عمبر أحد رجالها البواسل الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني السامي من الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي السشد يوم الأربعاء الخامس والعشرين من أكتوبر 2023 للميلاد متأثرا بجروحه الناجمة عن الهجوم العدواني الحوثي الغادر الذي تم يوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2023 للميلاد حيث كان الشهيد ضمن قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية مع قوات التحالف لدعم الشرعية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يمنى الله تعالى على الجرح والمصابين بالشفاء العاجل وإنا لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر